دكتور علي الحياة نحن نتكلم في أكتر من نقطة من نقاط التنمية في عهد الرئيس السيسي لكن من وجهة نظر حضرتك كخبير كبير جدا في العلوم السياسية أبرز ما قام بير رئيس عبدالفتاح السيسي في المجال السياسي حتى اللحظة بغض النظر طبعا عن أنه هو من الأساس تصدى لمسألة تغيير الهوية المصرية في عهد الإخوان وهو اللي أنقذنا من هذا العهد شوفي حاجتي أولا إعادة الوطنية المصرية إلى ما كانها الصحيح يعني إعادة اللحمة بين المسلمين والأقباط واللي عملوا الرئيس السيسي في الحتة دي لم يفعلوا أي رئيس دولة مصري على مدى التاريخ خاصة أنها كانت تدمرت في عهد الإخوان لأنه هو يعني أنا لا أعرف أن فيه رئيس دولة من عهد محمد علي باشر غد دلوقتي قبل كده طبعا لأ راح يهني الأقباط في عيد الميلاد المجيد وكان وقتها يقول لك يا خبرة الناس مش هتقبل كذا ده الناس بتعتقد كذا لا ما حصلش واربعا برضو هو قيامه بهذا عمل نوع من المغامرة المحسوبة يعني راهن على وبيعمل شيء لم يسبق لرئيس دولة أنه عمله إنما كان مدرك أن المصريين بطبيعتهم السمحة حيتفهموا هذا يعني هو راهن على وعي المصريين زي محضرتك بطولة بس خلي بالك أنا عايز أقول إيه عايزي أنني فكر الناس إنه كان على تلفزيون المصفي في أوقات المضط يظهر ناس مشهورين لقم تصريحات بجلول يكونوا قولوا على التلفزيون إنك لا تصفح المسيحي ولا تهنئ المسيحي بعيده الله والشخص اللي قالي الكلام ده أجيبوا على التلفزيون ده كلام يرضى ربنا إنما كانت وكأن الهدف هو كان زرع الفتنة في المكتب أو توازنات سياسية بتريح ده وتريح ده وتخوف ده وكذا فأنا عايز أقول يعني قيمة أي حدث مش بس فيما يفعله وإنما بمقارنته بتصرفات آخرين نعم وعلى ذكر المقارنة بتصرفات آخرين وزي ما حضرتك كنت بتتكلم وبقولك على مسألة إنه هو في عهد الإخوان الحقيقة كانت يمكن أسوأ الفترات لأنه زي ما حضرتك قلت إنه كان فيه محاولة لزرع الفتنة بشكل واضح جدا وخاصة من خلال الإعلام خاصة الإعلام الموالي للإخوان في هذا التوقيت وضرب الكاتدرائية تحت سمع الأجهزة المسؤولة وبصراحة ما ليش أمر أن تتصرف طيب في هذه الحالة هل حضرتك شايف إن الإخوان مازال ليهم أي تواجد على الأرض حتى هذه اللحظة في مصر آه طريقته بيفصل الإسلام بطريقته يعني فهو متواغل في المجتمع ده اللح حضرتك بتقوله لأنه زرع أفكار معينة ببعض حتيجي دي مثلا يعني هل مثلا هم عشان نسف هل هو متغلغل مثلا في الشرطة اللي جابة لأ بقلل قد لا إنما هو موجود على الأرض في العزب والكفور والنجوع ستة تولد حد بيروح يديها ولد بيتطاهر حد بيروح يديله بيساعد طول ما عندناشي أحزاب قوية ونشاط سياسي على الأرض هم لهم اليد العليا ما دي بقى نقطة مهمة جدا من حضرتك تكلمت فيها كيفية عودة الأحزاب لنشاطها على الأرض بالفعل مع المواطنين لتجنب أي زعزاء على الاستقرار أولا أولا إنه حنديها فرصة يعني يبقى واضح إن رئيس الدولة والدولة عايزة الأحزاب تنشط ترجمة نانسي قنقر